بدأت بالعاصمة عدن دورة تدريبية لعدد من كوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول سياسات النوع الاجتماعي وتحليلها في إطار الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام وأكدت فايز عبد المجيد القيم بعمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطنية للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام في كلمة لها خلال افتتاح الدورة على همية الدورة خاصة وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي من تقود الخطة الوطنية المرأة والأمن والسلام بالشراكة مع عدد من الوزارات وبدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائية يونيد بي